افتتاح سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية مركز مبارك جاسم كانو الاجتماعي الشامل وأكد وزير التنمية الاجتماعية بأن افتتاح مركز مبارك جاسم كانو الاجتماعي الشامل يأتي في إطار ترسيخ مبادئ الشراكة المجتمعية وتعزيز قيم الثقافة الوطنية في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم والمتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والمرتكزة على الثوابت الوطنية الأصيلة برؤية حضرية شاملة ومتكاملة تواكب الرسالة الانسانية النبيلة وأعرب وزير التنمية الاجتماعية عن شكره وتقديره لعائلة كانو على مساهماتهم السخية والملهمة ليس عبر بناء هذا المركز فحسب بل من خلال تنفيذهم للعديد من المشاريع والمبادرات الخيرية والانسانية ومن جانبه أكد السيد خالد محمد كانو رئيس مجلس إدارة مجموعة يوسف بن أحمد كانو حرص المجموعة على تبني المشاريع المجتمعية المختلفة بما يعزز الشراكة المجتمعية مع المؤسسات الحكومية في شتى المجالات